في المستهل قررت الجزائر ضخ أربعة مليارات متر مكعب إضافية إلى إيطاليا اعتباراً من الأسبوع المقبل حسب بياناً لوكالة الأنباء الجزائرية سيسلم مجموعة سونتراك الشحنة إلى الشريكي الإيطالي إيني وفقاً لسلسلة المفاوضات السابقة بين الجزائر وروما هذا وتحافظ الجزائر على علاقتها المتميزة مع إيطاليا في المجال التقوي حيث بلغت إمدادات الغاز 13.9 مليار متر مكعب بنسبة تجاوزت 113% كما ستسلم إيطاليا 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز خلال سنة 2022 ترجمة نانسي قنقر